قالوا باطلة آية لا إكراه باطلة نسقتها آية السيف نسقتها آية السيف والعجب أن آية السيف هذه لم تنسخ فقط آية لا إكراه في الدين وآية لا إكراه في الدين لم تستبد ولم تتفرد وحدها بتقرير هذه القاعدة الدينية الكلية أن البشر أحرار في اختيار معتقداتهم ومنتحلاتهم بل شركتها في هذا مئات الآيات من غير مبالغة أنا أقول لكم مئات الآيات يعني أقل شيء مئتان وخمسون آية أقل شيء وقد تكون أكثر من هذا إذن هي مئات الآيات تعرفون ماذا قالوا؟ كلها باطلة مش معقول مئتا آية كلها أنزلها الله ليبطلها بآية مدى حدث هذه أقي أي دين هذا؟ أي تفسير؟ أي فقه؟ أمة تنظر للإضطهاب تنظر للإكراه تنظر لأصنام الطائفية لكي تكون طائفيا حتى النخاع نحن فقط طريقتنا طائفية حتى على مستوى الأمة شيء مش معقول بعضهم يستحي المعاصرون يستحون لا يقولون هذا المفضوحة هذه مفضوحة ريحتوها فائحة يقول لك هذا؟ مخصوص يخصصون العموم لأن هذا أي نكرة في سياق النفي لا إكراها في نفي وفي عنا نكرة تعم كل ما يمكن يخطر على بالك من صور الإكراه قالوا لا هذا إكراه خاص بأهل الكتاب والمجوس هذا إكراه خاص بكذا هذا إكراه خصصوا زمانيا بعد أن استخلص الله بلاد العرب لرسول الله ودخلوا في الإسلام فلا إكراه قبل ذلك في إكراه على كل حال بعضهم أول أنا أحصيت لهم من وجوه التأوين ثلاثة عشر وجها طبعا يضيق المقام ولا حاجل المقام إلى ذكرها ثلاثة عشر وجها في تأوين لفظة الإكراه ولفظة الدين أول الدين مرتين وأول الإكراه في إحدى عشرة مرة والنتيجة إكراه في الدين بل يتجاثر بعضهم إمام كبير رحمة الله عليه وغفر الله لنا يقول لا بلى عجيب يا أخواني عجيب هذا الجرع على الله إذن كان قلت لكم في خطبة الهداية المردودة والآن هذه الهداية المردودة القرآن هداية مردودة ردت هذه الأمة هداية مردودة وهداية مهدورة الله يقول لا إكراه وهو يقول هكذا هكذا يقول بلى هناك إكراه وهل يقوم الدين وينتشر وينتصر إلا بالإكراه والله إمام والله من أكبر الأمة إمام متبوع أقسم بالله شيء عنك شعر بدني يخسر له البدن وهم يتلون كلام الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بماذا تجيب الله بماذا ترجع ليه من خلال إذا قال لك يا عبدي أنا قلت لك لا إكراه وأتيتك بأدل كثيرا على أن هذه قاعدة كلية لا تنقض القواعد لا تنقض يا أخواني كل ما شأنه شأن القواعد لا ينقض في دين الله هذه قاعدة هذه مش حكم شرع عادي قاعدة من القواعد شاطب له كلام من أجود ما يكون في الموافقات أيها الإخوة يتحدث فيها عن عدم منسوخية عدم قابلية القواعد للنسخ من أجمل ما يكون في سبع صفحات لا تقبل أصولية لا تقبل القاعدة أن تنقض هذا خبط وخلط منهجي وأنتم قلتم معاشر الفقهاء لكن ما المشكلة لماذا فعلوا هذا أنا أقول لك هذا مهم هذا مطلوب للسلطة السياسية التي تريد أن تستنعج الناس تحولهم إلى نعاج وأغنام ومطلوب للسلطة الكهنوتية لسلطة رجال الدين تعرفون أنكش رأسي هكذا أنكش فكري أقول أين في كتاب الله أنه يجب أن نتبع العلماء وأن نرجع عليهم في كل شيء طبعا لا بد أن يكون علماء متخصص ما فيه مشكلة قليل جدا 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 والأدلة التي يعوّلون عليها هي بمعزل عما ذهبوا إلي قال لك فاسألوا أهل الذكر والله هذه الآية ليست فيهم هذه الآية في أهل الكتاب وفي قضية تلعطي وقرأوا السياق قال لك فاسألوا أهل الذكر صارف العلماء الفقاء ليست فيهم هذه في أهل الكتاب والذكر هنا هو الكتاب الأول اتبهوا اختطاع جعل القرآن عظيم قال لك لا علمه الذين يستنبطونه منهم ليست فيهم هذه في شأن دنيا ولا ديني في شؤون مدنية في الحرب والسلم شؤون حربية وشؤون سلمية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف هذه قضايا كيف تعيش الناس في حروب في مشاكل فلان يريد أن يغزونا الدولة الفلانية صار خيانات أشياء إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف في السلم أو الحرب أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول شوف ما قالش إلى الله والرسول لأن هذه قضية دنيائية هذه الله ما روجع نقف بها انتبه شوف شوف دقة قوان كريم وإلا كان يقول إيه ولو ردوه إلى الله والرسول وعولي الأمر ما قالش كده أبدا من الحاكم كان؟ من استيس رسول الله؟ طبعاً يرد إليه هو القائد الأعلى للدولة في السلم والحرب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم إذا القضية عسكرية اسأل إيه القائد العسكري لها علاقة إيه؟ بالجيش يسأل إيه؟ العساكر قضية مدنية اسأل المسؤول جامع الصدقات المصدق المسؤول عن أي شيء قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلموا هذا الأمر جعلوها في الفقه الحال والحرام والآن نرى مؤسسات تفخر أيها الإخوة تفخر تفخر بأنها بفضل الله في كذا وكذا سنة أصدرت كذا وكذا الفتوى هذه ليست مفخرة ليست مفخرة وأهدولوا كيف؟ ليس مفخرة نقول لكم ليس مفخرة الصحابة كانوا يفخرون أنهم ما سألوا رسول الله أسئلة طبعاً خلّدها القرآن الكريم إلا بضعة عشرة مسألة ويسألونك ويسألونك ابن عباس قال هذا قال ما سألناه إلا في بضعة عشرة مسألة يقال ثلاث عشرة مسألة فقط تعرفون لماذا؟ أنا أقول لكم خطة الله التشريعية أمضوا على هينتكم كله مباح إلا ما رأيتم إشارة الحضر أمامكم أستمر أحمر كبير قليل هذا قل لا أجد فيما أوحي إلي وأحل لكم ما وراء ذلكم هؤلاء المحرمات من النساء ما وراء ذلك كله حلل طريقة القرآن خلق لكم ما في الأرض جميع الأصل في الأشياء الإباحة هذا دين الله تبارك وتعالى دين حرية دين حرية مش دين كهانوت يا إخواني فقال لك امضي على طيّتك امضي على هينتك إذا وجدت سأل تسطب تتوقف سل التشريع فيما عدا ذلك لا تكون مهوسا لا تكون مسكونا بهاجس التحريم حرام حرام الآن يا إخواني طريقة الفقهاء نقول لكم وخاصة في العصر الأخبر هذا طريقة الفقهاء جعلت للناس عقلية ومزاجا علميا معرفيا دينيا يقوم على ماذا الأصل في كل شيء الحضر والتحريم لذلك المسكين إذا أراد أن يلبس خاتمه نلبسه في هذا أو في هذا شمال أو يمين حلال أو الحرام حلال يا إخي هذه مسألة زينة اللي يقول على بعضها مسألة زينة باتدخل فيها حلال حرام دين الله أعظم من هذا وأجد لك استعرض نقطع الله ورسانك يا رجل يا رجل هذه مسألة ترفيهية تكميلية لا يمكن مسألة حلال حرام مسألة حرام بالذات مسألة عظيمة غليظة في دين الله كلمة حرام كلمة مخيفة جداً هكذا أنّ مما كان عنده الحق أن يحرّم من تلقائه من لدني ممنوع وهو الرسول والآية تعالى بالعشرات أيضاً لكن موضوع ثاني الآن الناس ينطلقون بهذه العقلية كل شيء محرّم لذاك لابد أن أستفتيه في كل شيء يستفتون المساكين وطبعاً هذه تحوى إلى تجارة والفون الفقه التلفون الفقه أخذي يا باب في المساعدة ومليارات والله العظيم وفضائياتي بتشتغل 24 ساعة 24 ساعة بتكلم في الدين والإفتاء وحلّل وحرّم ومشاكل ليس محقول طبعاً هذا هو التديّن الشمولي الذي فهم الناس على فكرة فكرة التديّن الشمولي يعني يدُس يده وليس أقول خشمه حاشاً إلا يدُس يده هذا التديّن يدُس أصبعه في كل شؤون حياتك في كل مهبّ ودب فكرة بعيدة جداً جداً من هذه القرآن الكريم قال لك يا رجل الله قال ما فرّطنا في الكتاب من شيء يا أخي ليس القرآن الله يخلّيك اقرأ القرآن الكتاب الذي لم يُفرّط فيه من شيء هو اللوح المحفوظ يا رجل الله يخلّيك ليس القرآن اللوح المحفوظ وحتى أن قلنا هو القرآن فالمقصود من شيء هنا عاد من شيء من شؤون التشريع والتشريع القرآني قائم على مبدأ الاقتصاد اقتصاد في التشريع واقتصاد في الاعتقاد كمان هذا دين الله بس بسيط وهيّن وجميل أيها الإخوة يمكن أن يُحاط به بسرعة مش دين المؤسسة مش دين المؤسسة فهذا التديّن الشمولي الذي يدُس أصابعه في كل شيء من حياتك أنا أقول لك لا يجد سناده ومبرّره في كتاب الله لكن يجد سناده بل أسندته في كلام من؟ وسلوك من؟ الفقهاء المؤسسين المؤسسات الفقهية الدينية المؤسسات المعنوية طبعاً وحتى المادية لكن المقصود هنا المعنى والمعنى الاجتماعي هذا هو لذا يقول لك أصدرنا كذا وكذا فتوى ألوف ألوف الفتاوى لا نحتاجها لماذا؟ كل هذا العدد الهائل المخيف من الفتاوى لأن الحياة أصبحت حياة توقف نحن نحب أي واحد فينا كلنا تقريباً نحن نقود السيارات نحب أن نقود على الهايوي على الأوتوبان على الخط السريع لماذا؟ لا يوجد أي سطبات كثيرة كل مئة وخمسين كيلو تطلع لك سطبات تحويلة لا يوجد لا يوجد نحب هذه السياقة داخل البلدة تعبنا جداً على المسلمين لا يوجد أي شيء فيها هايوي كله أزقة ويتوقفون ويتوقفون في كل الكورة يجب أن يكتقف خمسين لا يوجد ولذلك نحن معتقلون لدينا حالة جمود عقلي وجمود فكري وجمود فقهي حالة اعتقال حالة اعتقال نخاف اشتركوا في القناة شكراً